طيب آخر قبر معنا وهو عن بعثة أثرية بقيادة الدكتور زاهي حواز لقيت قطع أثرية زي ما قلتلك ولقيت مقبرة المقبرة دي كمان ملكية ما طلعتش مثلا بيبقى فيه طبعا أنواع من المقابر فيه مقبرة مثلا خادم بيبقى جنب مقبرة ملك موصف ده طايم عشان يكون لما يرجعه في الأفتر لايف يبقى عنده الخادم بتاعه بتبقى حاجات كده بس دي مقبرة ملكية وفيها كمان تابوت وعلى الأغلب اللي جوه تابوت ده هو أقدم موميا في مصر دي لسه حاجة بس هو غالبا لما عارفة في البدايات كده لما بيبقوا لسه بيكتشفوا الحاجة وبيشوفوا تستينج الأولين مع الحاجات القديمة بيه بيقارنوا الحاجات القديمة يعني مثلا أقدم موميا موجودة دلوقتي في مصر هم يعرفين مثلا هي كذا فبيبدأوا يقارنوا بذي ويقارنوا حاجات بقى دي حاجات بعيدة عننا بتاعة الحاقبة دي نوع الأقدم يقول تعمل الأول اللي بقيله كتير تحت الأرض أو لسه ما اكتشفش يعني وبيبدأوا بقى يعرفوا يقرروا أنهي أقدم وغالبا زي ما قلنا كده يعني في البدايات هم بيقولوا ان هي دي تقريبا أقدم موميا في مصر ويعني دي حاجة لطيفة جدا زي ما كنا لسه بنقول في أول خبر معنا انه لطيف جدا ان احنا لسه بنكتشف مقابر جديدة لسه بنكتشف أثار جديدة لسه بنكتشف حاجات حلوة جديدة عشان كل الناس اللي شافت وتفرجت تروح تانيك وتفرج وتشوف وهوفلي يعرفوا بالضبط دي أقدم واحدة ولا لأ ويبدأوا بقى يقولوا لنا يعني احنا هنكيب يو بوستد اول ما نعرف ان شاء الله دي تعالي كده نبوست على اللايف يالله بينا بجايت كنت نايم زيك يا بيجايت بجايت انت نفي الثلاث تيام في الويكايد ولا ايه؟ انت كده مقتول مش نايم محمد فاتحي هاي 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 شباب هاي افريون اه عملا كده احنا اخبارنا خلصة النهاردة وان شاء الله حنشوفكم في حلقة جديدة من لو عندكم اي كومنت على حلقة النهاردة عندكم اي ايديا عايزين تردوا على الاسئلة كلها اللي احنا سألناها او خشوا على بتاع المقبرة او بتاع مدينة جديدة بتاعت اللقصر تقدروا تقول لنا رأيكم ايه في كل حاجة متنسوش تعملنا فالو على كل الاكاونت بتاعتنا على تيك توك انستجرام فيسبوك تويتر ويوتيوب وكمان اي حاجة بتحصل حواليكم على طول صوروها ونزلو لنا علشان نعمل لكم على طول وريشير كنت النهاردة معنوها وان شاء الله مكمل ايه اللي جايين معنوها وان شاء الله يا رب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا باللايف بتاعنا وبالشوف بتاعنا لو فاتكم اي حاجة ممكن تتفرجوا عليها على اليوتيوب وعملن لكم 2 سيربرايزز الاسبوع ده زي ما انتوا عارفين كل يوم اربع بيكون معنا احمد طارق هيكون بيكلم معنا على السيجمنت بتاع السبورتز وكمان يوم الثلاثة عملن لكم سيربرايز تريعا كده هنعرفك عنها كل حيقة بكرة إن شاء الله Thank you so much Bye